امتيازات لمن يدفعون للحوث الزكوات تلك احدث التقليعات التي اخترعتها الميليشيات لتدفع التجار لدفع اموال الزكاة للحوثيين وليس للفقراء والمساكين الاعلان عما يسمى امتيازات من قبل ما تسمى هيئة الزكاة الحوثية يأتي بعد سلسلة من الاجراءات القمعية والتضييقية اجبرت التجار على دفع الزكاة وغيرها الى ارصدة حوثية وهي اجراءات جبايات ونهب تصاعدت بمرور السنين لتأكل التسع العجاف كلما بيد تجار اعلنوا افلاسهم وتهددوا بالافلاس اخرين ولان الحوثيين يواجهون المجتمع ويصعون لتوجيهه عبر سياسة الترهيب والترغيب فانه بجوار كل القمع والنهب بقوة السلاح لجأت الميليشيا لحيلة الامتيازات عبر ما تسمى هيئة الزكاة الحوثية لاغلاق ما تبقى من منافذ تسليم الزكاة لفقراء او مشاريع خيرية ضمن الامتيازات التي اعلنتها الهيئة الحوثية اعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيل المعاملات وتاجل العقوبات وهي وفق اقتصاديين شعارات خادعة كعادة الحوثيين فالميليشيا التي تمتص اموال المواطنين ودماءهم تستنسخ خطة خمينية لتركيز المال بين السلاليين وانشاء اقتصاد مواز على انقاض الاقتصاد الوطني الذي يتم تدميره وذلك مخطط يمكن لكل من يتابع مجريات الاحداث ان يراه واقعا في حياة ملايين يزدادون فقرا وحوثيين يزدادون ثراء فالحوثيون ينهبون اموال التجار والمواطنين على حد سوى مشكلين طبقة جديدة متخمة بالثراء وافراد الطبقة الحوثية الطفيلية الجديدة كانوا حتى الامس القريب محكومين جنائيين وقطاء طرق واصابات سرقة فاذا بهم اليوم يسرقون وطنا وينهبون شعبا ويخطفون اللقمة من افواه الجوع واسوأ من نهبهم وسرقتهم انهم يمارسون ذلك باسم الدين وبلافتة الزكاة ولن تستعيد الزكاة هدفها في تطهير النفوس بدون تطهير الوطن من عصابة دنست كل شيء